أخيرا اللي صارت تظاهرات أيضا طلعتوا للرابطة حتى جمهور تكون واضحة عندها صورة الرابطة رابطة للحكام تختلف عن لجنة الحكام اللي موجودة بتاعت كرة القدم المعلومة اللي عندي بأنه عدتكم نية تشكلون الرابطة كهية عامة من جديد شينو آخرت حركاتكم؟ والله احنا يعني اكو بعض الامور ناقشناه الكابتن عدنا ندال فاقص الرابطة وغاليا بتم الحقكم واتتم كهية عامة هذا حق شرع وقال الرجل يعني عدت طلاع بس مو ديش المعرفة يعني كبعض الامور الرجل تخفى عنه رجل اللي انشغالاته والمشاكل اللي يمكن اللي اتحاد إحنا اللي جاي نشوال كثير من عدته وهذه الأمور اللي جاي يصير السحالين الرجل ما عنده ديش المعرفة الكاملة حتى تكون الصورة واضحة شن الفائدة من هذه الرابطة اللي يختلف عملها عن عمل لجنة الحكام شوف الرابطة هي الرابطة هي الممثلة الحقيقة للحكام هي اللي تدافع عن حقوق الحكام هي اللي تجيب حق الحكام هي تطلع حق الحكم اللي تم التجاوز عليه هي اللي بتوقف دي الحكام اليوم احنا من حقنا كرابطة حكام حتى من حقها اليوم تتعاقد مع الشركات رعاية من حقها اليوم تتوفر كل الدعم للحكام احنا اليوم كرابطة احنا اليوم الرابطة ما موجودة اليوم احنا استغربنا من السيد حكيم حميد اليوم ما عرف امين سر يقولون ماذا الحاضر الغيب ماذا لسا تدرينا به أمين سر الرابطة اللي هي أساسا غير موجودة على أساس أن الرابطة عقدة تسع اجتماعات أنا أدعرض محاضر الاجتماع وينها مقررات الاجتماع وينها ماكو إحنا هيا عامة هوس اليوم على أساس أنه يدعو الاجتماع يسمع أنه دارك إلى مسامحهم يدعو الرئيس ونائب الرئيس زين أنت شون تدعو الرئيس ونائب الرئيس وهم أعظاب الإجنة زين شون ترضون أنتم كإتحاد وإتم عظمة لسانكم يا كابتن عدنا الدرجال يا أستاذ علي جبار يا محمد فران أنتم قلتهم مستقلين إنتم قلتهم مستقلين إحنا نريد استقالات مؤسسة لأن إحنا بعد أيام إن شاء الله راح يتم اجتماع ومن الممكن طرح الثقة بالرابطة كوكل وعادة تشكيل الرابطة من جديد زين هذا العدد اللي اتفقته على حل الرابطة يسمح لكم بأنه تحلوها خلال الفترة القادمة عدنا أريحية إن شاء الله كاملة عدنا أريحية كاملة ومطلقة إن شاء الله اللي ريد نسوي حتى إحنا من الممكن راح ننعدل بالنظام الأساسي للرابطة لأنه كو بعض الأمور اللي إحنا نشوفها أكو تداخل بالعمل لأنه كو بعض الأخوة محارفين بالنظام الأساسي اللي رابطت العقام مع الأشياء